السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم إن شاء الله في هذا المقطع راح أتكلم عن لعبة سايلنت هيل وبالتحديد عن الخلفية التاريخية للمدينة لأن في كثير من اللاعبين يمكن يعرفوا قصة سايلنت هيل بس ما يعرفوا تاريخ المنطقة فراح أتكلم عنها في البداية راح أبدأ من تاريخ المنطقة قبل الاستعمار الأوروبي قبل يعني لا يجوا الأوروبيين والبريطانيين ويحتلوا أمريكا وتصير مستعمرة بريطانية يعني الفترة اللي كان يسكنوها السكان الأصليين الهنود الحمر أو النيتيف أمريكانز في هذه الفترة اللي هي تقريبا خلنا نقول في بداية القرن السابع عشر وقبلها يعني كانوا يقدسوا يعني النيتيف أمريكانز الهنود الحمر كانوا يقدسوا منطقة سايلنت هيل وكانوا يطلقوا عليها اسم بلايس أوف سايلنت سبريتز أرض الأرواح الساكنة طبعا في الأشياء اللي أنا قرأتها مو مدكور ليش هم كانوا يسموها بهالاسم بس احتماله يكون أنهم كانوا يدفنوا فيها الناس اللي يعزوا عليهم الناس اللي عليهم منزلة ومقام عالي فيمكن هذا السبب التسمية بس الزبدة أنه كان مكان جدا مقدس ومكان يعتقد أنه فيه قوة روحانية ويعني زي يعتبروا زي المكان الديني أو الكنيسة أو المسجد إلى أن جول لهم المستعمرين الأوروبيين وانتصروا طبعا عليهم وأزاحوهم هجرواهم من هالمنطقة واحتلوها هم وطبعا سكنوها يعني لما هم جول محتلين سايلنت هيل صارت من القرى زي بقية يعني بقية الولايات المتحدة قرية يسكنوها ناس بس الناس اللي سكنوها الجدد يعني الناس الأوروبيين ما كانوا يعني ينظروا ليها زي ما كانوا ينظروا ليها الناتب أمريكا إنها مكان مقدس بس في بعض الأشخاص حسوا أنه المكان هذا فيه طاقة روحانية فيه شي يعني من هالشخصيات هدولة شخصية اسمها جينيفر كارل هذه صورتها خلنا أرى بكم إياها تلقى صورتها هنا في ساينت هيل الجزء الثالث هيدر لتروح مكان وموجودة في صورتها صورة هذه المرة جينيفر كارل هي اللي حست أن هالمكان هذا فيه شي يعني مميز فيه شي غريب غير عادي وقامت أسست شيء اسم دا أوردر المنظمة وهي هذه نفسها المنظمة اللي فيما بعد شخصية دانا أو داليا قليبسي الشخصية الشريرة يعني تقريبا أغلب أجزاء ساعتين صارت رئيستهم أسستها المنظمة المنظمة هذه تجمع الأشخاص اللي عندهم اعتقادات روحية واللي يؤمنوا بالغيبيات والأمور الروحية لكن الحكومة اعتقلت هذه جينيفر كارل وأحرقتها في سنة 1692 يعني أواخر القرن السابع عشر وهو نفس التاريخ اللي صارت فيه محاكمة الساحرات المشهورة طبعا في أمريكا في جزء من تاريخها يسموه ويتش ترايل محاكمة الساحرات في مدينة اسمها سيلم أحرقوا فيها عدة ساحرات أنا ما أدري لاحظت أن السنة نفسها 1692 فقلت يمكن أن يعتبروها ساحرة وأحرقوها وياهم فالمهم عادي تم قتلها وأحرقها بس أتباعها عملوا ليها تمثال وقدسوها ونشروا يعني قاموا يشتغلوا بشكل سري عشان لا يتم اعتقالهم أنهم يعني عظموا هالشخص وينشروا بين الناس أنها هذه قديسة وفي إليها صورة ثانية تلقاها في سايرت هلا توقع الجزء الثاني جيمس ستوقع هذا يمكن في الفندق لما يروح الفندق يلقى تمثال جينيفر كارل وأتباعها كتبوا على هذا التمثال عبارة مشهورة كتبوا عليها عبارة ما حدث هنا لن ينسى أبدا المهم استمرت الحياة بشكل طبيعي واستمرت هذه المنظمة يعني تنشر أفكار جينيفر كارل بسر إلى أن يعني نحن خلاص انتهينا من القرن السابع عشر دخلنا على القرن الثامن عشر القرن الثامن عشر له يبدي من ألف وسبعمائة وواحد إلى ألف وسبعمائة وتسعة وتسعين في القرن الثامن عشر صار يعني شيء غريب في القرن الثامن عشر صار شيء غريب جدا تقريبا مو محددين بالضبط يعني متى بالضبط هل في أوائلة أو في منتصفة أو في أواخرة اجتاح مدينة سايلنت هيل طاعون بليك وأدى إلى قتل ناس كثيرين والناس اللي نجوا وهاجروا ترك يعني صبح المكان مهجور من مدة يمكن مئة سنة وعادة المكان اللي يصير مهجور يعني صير فيه شيء غريب أو صير أمور يعني هذا أنا طبعا قاعد أتكر ليكم الأشياء التاريخية عشان يعني أوضح ليكم أن البلد اللي يصير في سايلة المومني والطريق يعني فيه أحداث صارت أولا السكان الأصليين كانوا يعتبروا مكان مقدس بعدين شخصية سوت منظمة اللي عدها معتقدات خاصة وصار لها أتباع بعدين اجتاح المنطقة طاعون وهو هجرت المدينة لمدة يمكن مئة سنة بعدها في القرن التاسع عشر بداية التاسع عشر رجع الناس يسكنوا المدينة بسبب أن أعمال التعدين ازدهرت يعني في هذه الفترة في القرن التاسع عشر ازدهرت اللي هو يسموها ماينينج ماينينج بيزنس أعمال التعدين فجوا الناس وجاب معداتهم وشركات وصارت يعني رجعت الحياة للمنطقة واستمر هذا الشيء إلى القرن العشرين في بداية القرن العشرين بدت هنا تصير أحداث غريبة بدوا لاحظوا أن في بعض الأشخاص تختفي بدون سبب جدي فجأة ناس معاهم يعملوا معاهم يعني في التعدين وما يشوفوا اللي فجأة أختفها ما يدروا وين راح وفي سنة من الأسنين صارتها يعني حادثة جدا غريبة في سايلنت هيل الناس عن الله يلعبوها في منطقة مشهورة سمها تالوكا ليك بحيرة تالوكا موجودة في الجزء الأول موجودة في الجزء الثاني وهي نفسها يعني البحيرة هذه أكثر مكان انت احتكيت فيها لما جيمس سندرلاند قطعها عشان نروح للفندق إذا تتذكره في الجزء الثاني لما جيمس سندرلاند يأخذ القارب وتمشي مسافة طويلة انت قاعد تقطع البحيرة هذه بحيرة تالوكا عشان توصل إلى فندق الليك فيو اللي يعني كان جيمس وزوجته ماري مصيفين فيه هذه البحيرة نفسها في يوم من الأيام كانت تقطعها باخرة الباخرة سمها بارونس لتل البارونة الصغيرة وكان فيها عدد لا بأس بين المسافرين وفجأة هذه السفينة غرقت في ظروف غامضة جدا بدون أي سبب لا عاصفة لا صدمت شيء طبعا خلال هذه الأحداث الغريبة المنظمة السرية اللي أسستها جينفر كانت تشتغل يعني تستغل هذه الأحداث انها تقنع الناس بالأشياء اللي معتقداتهم إنه فيه أمور غيبية وفيه إكسترا أردنر باوار يعني يروحوا للواحد يقولوا شوفوا يعني السفينة هذه غرقت بشكل غامض هذا دليل إنه فعلا فيه إكسترا أردنر يعني يحاولوا يقنع الناس لما يؤمنوا بالغيبيات إنه يتبعوهم طبعا هذه الأحداث ساعدت هذه المنظمة إنها تقوى تصير قوية تصير مهيمنة على عقول الشعب يعني الشعب اللي يسكن سايلنت هيل حتى المثقفين دكاتر ومهندسين صاروا يعني من أعضاف هالمنظمة يعني على سبيل المثال عندكم شخصية اسمها دكتور كوفمان تعرفوا الناس اللي لعبوا اللعبة موجود في الجزء الأول والجزء أتوقع أوريجين هذا دكتور طبيب ومع هذا مع المنظمة يعني مع أنه مثقف يعني شخصية متخلفة زي دانا داليا قليبسي هي رئيسته فهذه يعني الأشياء خلت مجتمع سايلنت هيل مجتمع عميل إلى الأشياء هذه إلى أن الحين احنا وصلنا طبعا في سنة دخلنا القرن العشرين وصارت هذه الأحداث الغريبة في السنة بالتحديد في السنة 1976 اترأست المنظمة شخصية داليا قليبسي تعرفوها الشخصية العجوسة الشريرة هذه اللي لعدها معتقدات غريبة وهم هذول يعني كان عندهم معتقد غريب أنهم يسووا رشوال سحر معين أنه يضحب شخص طفل مثلا وطفلة بحيث أنهم يولدوا إله وهذا الإله ولا بغير العالم فبسبب أن داليا يعني مؤمنة عندها إيمان شديد بمعتقداتها قررت أنها تضحب بنت من بناتها اسمها أليسا أو يمكن تكون هي بنتها الوحيدة أنها يعني تقتلها تتعدبها وتحرقها تضحيها لهذا الإله أتوقع اسمها إنكيوبس مو متأكد من الاسم عشان هذا يولد في سنة بالتحديد زي ما قلني 1976 اللي هو نفس أحداث جزء أوريجن الجزء البطل حق شخصية اسمها ترافز كان يقود شاحنة الناس اللي اللعبوا يعني أوريجن يعرفوا لنا في بداية اللعبة ترافز كان يقود شاحنة وشاف خيال بنت وقام لحق هذا الخيال ليحد ما وصل إلى البيت يحترق هذا البيت كان فيه أليسا هي تحترق يسوي فيها الرشوال فهو أنقذ هذا البنت أنقذها لما أنقذها هذا العمل سوى انتربشنز يعني زي أنه خرب عليهم الرشوال فهو لما أنقذ هذا البنت روح أنقسمت هنا نصفين نصف مات وراح للوحش بس الوحش رفضه لأنه ما كان تضحية كاملة والنص اللي هو هذا الحي ومعالق صايا فخلال تجزء أوريجن أنت يعني تمر بأحداث كثيرة في النهاية ترافز يقدر ينتصر على الوحش الأخير وحرر هذا الجزء العالق وهذا الجزء العالق يتشكل في هيئة بنت أو جنين اللي هو شيرل شخصية شيرل يمكن الناس ما يدروا شيرل ترى عبارة عن نصف روح أليسة شخصية شيرل البنت اللي في الجزء الأول هي عبارة عن يعني جسد داخله نصف روح أليسة اللي حرر ترافز والجزء الداكن اللي رفضه الوحش ظل عالق ظل معدل في نهاية الجزء أتوقع أن ترافز أخذ هذا الجنين وحطه على الروتسايد وجاء هاري ميسون بطل الجزء الأول كانوا مصيف مع زوجته وشاف هذا الجنين وأخذه اتبنى ورجع بلده بعد سبع سنوات شيرل صار عمرها سبع سنوات بالتحديد 1983 هنا أحداث الجزء الأول داليا قلبسي طبعا ما استسلمت وسوت سحر ما زالت تفكر أنها ترد تحي أو تولد الإله فقامت سحر سوت سحر إلى هاري ولد البنت شيرل وخلت شيرل تحن على أبوها أن يوديها ساعدة هل عشان اجي شيرل وتاخدها وتقضى عليها يعني تاخد روح النص المتبقي ويندمج مع هداك النص وسو الريش والأفشلة ترافز في الجزء الأورجل طبعا تلعب أنت الجزء الأول وهاري في النهاية يقدر ينتصر ويقدر حرر الجزء العالق اللي بقى ويندمجه نصفين نصف يعني روح شيرل ونصف العالق ويتكونوا في جنين ثاني ويتبنى هاري مرة ثانية هاري مقدر على أنه كل مرة يتبنى الجنين بس الفرق بين الجنين الأول اللي أنقذت رافز والجنين الثاني إن الجنين الأول في نصف روح شيرل نصف روح بس شخصية هيدر اللي هي الجنين الثاني هذه الروح كامل أليسة كاملة يعني تقدر تقول هيدر هي نفسها أليسة بس في جسد مختلف ياخدها هاري وتكبر ووصل عمرها 17 طبعا في الجزء الأول أتوقع داليا ماتت انقتلت في الحادث لما يعني هاري انتصر على ذلك الواحي فترأست المنظمة الأوردر شخصية اسمها كلوديا شخصية شديدة شاقرة توقع ولابسها اسود ونفس الشهادة تفكر يعني تعرف اللاحدات اللي صارت تعرف أن روح أليسة موجودة في شخص اسمها هيدر وتسوي سحر وتجدب هيدر لو تلاحظوا الجزء الثالث بداية تلاحظوا أن هيدر دايما تحلم أحلام هذه الأحلام بترى بسبب السحر يعني سواء في الجزء الأول أو في الجزء الثالث هاري ما راح بإرادته راح يعني سبب تأثير السحر داليا سحرة خلتها يجي المدينة ونفس الشيء الجزء الثالث كلوديا سواء سحر خلت هيدر اجي المدينة عشان مصرنها لتكمل الرشوة في نهاية طبعا هذا الجزء هيدر تنتصر انتصار كامل وتقضى توقع للجزء الثالث هو نهاية المنظمة يعني يوم انتصرت عليهم هيدر خلاصة المنظمة دي وأفكارها الشغيرة انتهت فهذه هي يعني قصة سايلنت اللي باختصار الأحداث التاريخية اللي قابلها اللي أنا أتشوفها يعني مهمة أن اللاعب يفهمها بالنسبة للجزء الرابع والجزء الثاني مو مرتبطين بشكل رئيسي يعني الجزء الثاني ما أحس فيه أي ارتباط بينه وبين الجزء الأول والثالث والأرجل لهو هدول ثلاثة أجزاء هم القصة الرئيسية في سايلنت 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 هو قصة يعني ثانية صحيح إن الجزء الثاني الشعبية أكثر القصة يمكن أحلى بس مش الشيء الرئيسي بس اللي يربط مثلا اللي يربط الجزء الثاني بالجزء الرابع مثلا فيه يعني رابط بسيط في الجزء الثاني لما تتروح لمنطقة الشقق بتلقى جريدة الجريدة فيها معلومة إن فيه شخصية اسمها والتر سوليفان اللي هو المين أنتاغونست الشرير في الجزء الرابع إنه انتحر في السجن هذا يعني الرابط والتر سوليفان يعني قصة ثانية بس بعد والتر سوليفان في الجزء الرابع هذا إلى ارتباطه وإلى علاقة بالشخصيات الجزء الأول اللي هو بالتحديد داليا داليا قليبسي كانت ماخدة هذا والتر سوليفان لما كان طفل تبنته وهي اللي دخلت في رأسه الأفكار المعتقدات الغريبة وهي اللي أقنعته أنه يسوي السحر الخطير هذا في الجزء الرابع اللي اسمه تضحية الواحد وعشرين يعني ما أبغى أن نتكلم فيها الفيديو بس بعطيكم يعني ملخص صغير عنه هذا السحر داليا أقنعته أنك إذا تبترجع عمك للحياة لازم تقتل واحد وعشرين شخص العشرة الأشخاص الأولى تقتلهم بطريقة مختلفة تقتلهم وتاخدوا قلوبهم وسووا فيها شيء معين الضحية لحد عشي يقتل نفسه تخيل يعني وروحها تكمل بقية العشرة الثانين لأنت لما تلعب الجزء الرابع أول شخصية تشوف مقتولة اللي هي سينيثيا هادي رقم 16 فتلقى مكتوبة على جسمها 16 بعدين سلاش 21 يعني 16 من 21 والعشرة الثانين كل شخصية سمينها باسمه ويرمز ديها برامز مثلا شخصية آيلين آخر شخصية يلقبها بالمدار شخصية سينيثيا يسميها الإغواء شخصية في شخصية بعد اللي هي الضحية رقم 18 أو 17 تسميها نوليج شديد يعني السحر معقد فهذا هو اللي يربط الجزء الرابع بالجزء الأول المصيف اللي يسويها والتر سليفن اللي ألهمت اللي عطتها الانسبايريش اللي يسويها هي داليا أما بالنسبة الجزء الثاني ما في يعني بس هذه إنه في جريدة وفي شيء ثاني إنه أبو البطل جيم ساندرلاند هو اللي كان يملك العمارة اللي في الجزء الرابع حتى وقات تشوف لما تلعب يجي يطل عليك تسمع كلامه يعني مع ناس يتكلموا إنه يحاول يطلعك من الغرفة بس يعني هذا بس زي ما قلت لكم القصة الرئيسية هي الجزء الأول والثالث والأوريجين مرتبطين مع بعض فهذا هو اللي حبيت أعطيكم إياه أتمنى إن المقطع دع عجبكم نشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله